السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغة الجميلة ومع هذا الجزء الثالث من إثراءات حول الوحدة الأولى بارك الله فيكم أيضا أرحب الطلاب والطالبات المنضمين معنا من فئة الصم وضعاف السمع كما يشاركوني في إيصال المعلومة لهذه الفئة العزيزة والغالية علينا زميلي الأستاذ عماد أذويب مترجم لغة الإشارة نبدأ بارك الله فيكم أرجو التركيز كما طلبتم منكم في السابق وكالعادة أيها الأبطال هذا الجزء الثالث أيها الأبطال سوف نتحدث في هذا الجزء عن الوظائف النحوية وتحديدا عن أنواع الكلمة وأنواع الجملة سبق بارك الله فيكم أن تحدثنا أن الكلمة هي عبارة عن أحسنتم عدد من الأحرف ولكن تعطي معنى مفيد ومعنى تام إذن سوف نتحدث في هذا المجال ومن أهداف أنواع الكلمة والجمل تصنيف الكلمات إلى أنواع بارك الله فيكم أي كلمة تمر سواء أن تسمعها سواء أن تكتبها سواء أن تقرأها هذه الكلمة لا تتعدى أحد هذه الثلاث الأنواع سوف نتحدث ونتناقش حولها أيضا أنواع الجمل أيضا تصنيف الجمل إلى أنواع نبدأ بالكلمة بارك الله فيكم أرجو التركيز أيها الأبطال أقرأ الكلمة هي عبارة عن مجموعة من الحروف تفيد معنى معين مجموعة من الحروف تفيد معنى معين هذه الحروف عندما تجتمع وتعطيني معنى وتعطيني معنى تسمى بارك الله فيكم الكلمة تسمى الكلمة أو كلمة بشكل عام والكلمة في لغتنا اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أنواع تنقسم إلى ثلاثة أنواع أولا أولا بارك الله فيكم الإسم والفعل والحرف الكلمة في لغتنا إما إسم وإما حرف وإما فعل دعونا نتعرف عليها بشكل سريع وكيف نفرق بين الإسم والفعل والحرف بالنسبة للإسم بارك الله فيكم وهو كل ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن غير مقترن بزمن أي أنه هذه الكلمة لا تتغير عندما يتغير الزمان أو ليس مقترن بزمن كالأفعال التي سوف نتحدث عنها بارك الله فيكم مثل هذا الجهاز الذي أمامكم الآن يسمى يسمى ماذا أيها الأبطال الشاشة هذه الشاشة عندما تذهب في أي مكان فهي بنفس الإسم فهي بنفس الإسم إذن هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن مثل الناس مثل أيضا الحديقة الفصل المدرسة الكتاب اسمي اسمك اسمك أسماء الناس الذين حولي أسماء الأشياء بشكل عام بارك الله فيكم أنتقل إلى الفعل أيها الأبطال الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن مقترن بالزمن ما دل على حدث مقترن بالزمن كيف يكون بارك الله فيكم أنا الآن واقف أمامكم ماذا أفعل بارك الله فيكم أحسنتم أشرح أو أتحدث أنتم ماذا تفعلون تستمعون الآن نحن الآن عندما تبقى لدينا الحرف سوف أو سبق وأن أشرت لكم أني سوف أتحدث أتحدث أي في زمن قادم أيضا عندما تحدثنا عن الكلمة وقلنا أن الكلمة تنقس لا هي عدة حروف سبق وأن تعلمنا 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 في زمن انتهى هذه الحروف في الصفة الأول عندما تعلمنا هذه الحروف في الصفة الأول وهي حروف اللغة العربية أو حروف الهجاء إذن هذا المقصود بالزمان إما الزمن ماضي تعلمنا مثلا أو الحالي وهو الحاضر نتعلم الآن أو في المستقبل بارك الله فيكم إذن هذا الزمن المقصود إذن الفعل كلمة دل على حدث هذا الحدث مقترن بزمن معين إما في الماضي أو في الحاضر الآن عفوا إما في الماضي أو الآن أو في الحاضر المستقبل مثل كلمة يقرأ يقرأ الآن يقرأ أيضا درس درس أيضا عندما أقول أكتب أنت واكتبي أنت أكتبوا فعل أحسنتم أنا آمركم بالكتابة إذن هذا النوع الثاني أما النوع الثالث بارك الله فيكم الحرف الحرف أيها الأبطال ما لا يدل على معنى في نفسه ما لا يدل على معنى في نفسه ليس المقصود بالحرف هي الحروف الهجاء ألف با تا ثا لا هناك حروف سوف تأتي معنى وسوف نتعلمها في لغتنا الجميلة مثلا حروف تسمى بحروف الجر أخذ على سبيل المثال حرف من من كلمة مكونة من عدد من الأحرف تسمى حرف حرف ماذا؟ حرف جر هي لوحدها بارك الله فيكم ليس لها معنى وإنما يجب أن تدخل على أو يأتي بعدها كلمة أخرى تتمم المعنى وتفسر هذا الحرف بارك الله فيكم حتى يعمل إذن ما لا يدل على معنى في نفسه إنما يتضح معنى في غيره بإضافة كلمة إليه مثل في إلى أن هذه حروف جر هذه حروف جر سوف نتعلمها بإذن الله بارك الله فيكم أيضا نكمل أيها الأبطال ونطبق ما تحدثنا عنه في هذا التطبيق البسيط الجميل الرائع يقول أصنف الكلمات الآتية إلى أنواعها بعد قراءة القاعدة السابقة وفهمها القاعدة السابقة التي هي الكلمة والفعل والحرف أحسنتم هذه الكلمات مثل سفر حقول من إن طلق إلى ممتدة أشجار توقف إن جراث منظر في يملأ هذه الكلمات أيها الأبطال أريد تصنيفها إما اسم أو فعل أو حرف فلو نأخذ الكلمة الأولى بالترتيب سفر أحسنتم بارك الله فيكم هو اسم سفر اسم حقول أيضا اسم أحسنتم من كما تحدثنا قبل قليل حرف أو نكمل في الأسماء ثم ننتقل إلى الأفعال أستخرج الأسماء أولا ثم أكمل في الفعل إذن من حرف انطلق فعل إلى حرف ممتدة اسم أحسنتم أشجار اسم توقف توقف نفكر فيها قليلا بارك الله فيكم توقف الآن توقف أحسنتم فعل انجراف اسم منظر منظر أمامك منظر أحسنتم اسم إذن هذه الأسماء التي وردت معنا وردت معنا في في البداية أما الأفعال أيها الأبطال مثل انطلق انطلق هذا فعل ماضي أو في الماضي انطلق أيضا توقف أيضا يملأ أما الحروف مثل من إلى أحسنتم فيه هذه تسمى الحروف بهذه الطريقة بارك الله فيكم أكون طبقت طبقت ما تعلمنا وما تحدثنا عنه عن أنواع الكلمة هنا لدي بيت جميل أريد منكم قراءة ومن يستطيع أن يحفظ هذا البيت فللفائدة أيها الأبطال جمع الإمام ابن مالك رحمه الله هذه الأنواع في بيت جميل فقال كلامنا لفظ مفيد كاستقم كلامنا لفظ مفيد كاستقم وسم وفعل ثم حرف ثم حرف الكلم هذا البيت جميل جدا يجمع لك أو يجمع لكم توضيح سريع لأنواع الكلمة أيها الأبطال أيضا كي أميز الإسم من الفعل كي أميز الإسم من الفعل إن لم أستطع التمييز أدخل عليها أل في بداية المنهى جاية الأبطال سبق وانتحدثنا عن أل الشمسية وأل القمرية بنفس الطريقة بارك الله فيكم أخذ هذه الكلمة أو هذين الحرفين أل وأدخلهما على الكلمة وأرى فإن قبلتها فهي اسم أي أن المعنى استقام ولم يتغير شيء في المعنى إذن هي اسم وإن لم تقبلها فهي فعل مثل نام نام وبيت وحاول أن أدخل نام حاول أن أدخل أل على نام أل النام أحسنتم لم تقبلها الكلمة إذن هذا يسمى هذه الكلمة تسمى فعل أيضا بيت البيت البيت أحسنتم بارك الله فيكم إذن كلمة بيت اسم عندما دخلت عليها أل لم يتغير شيء في معنى الكلمة الأصل إذن أدخل أل على كلمة نام سأكتشف أنه لا يصح دخول أل على هذه الكلمة وبذلك أستنتج أن كلمة نام هي فعل أيضا أدخل أل على كلمة بيت فتصبح البيت سأكتشف بارك الله فيكم أنه يصح دخول على هذه الكلمة وبذلك أستنتج أن كلمة بيت جميل جدا أحسنتم اسم بارك الله فيكم أريد منكم دقيقة واحدة تأملوا هذه الاستفادة أو هذه المعلومة بارك الله فيكم دقيقة واحدة معنا ترجمة نانسي قنقر أكتفي وإياكم بهذا القدر من الوقت لتأمل هذه المعلومات بارك الله فيكم أنتقل وإياكم إلى هذا البيت الجميل جمع الإمام جمع الإمام ابن مالك رضي رحمه الله مع هذه العلامة علامات أخرى تميز الاسم في بيت جميل فقال بالجري والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل يطور شرحها هذا البيت الجميل ولكن أريد منكم قراءة هذا البيت وحفظه من باب الفائدة أيها الأبطال أنتقل وإياكم إلى تصنيف الكلمات بشكل سريع وعند وصولهم إلى المكان المحدد جهزت نوره بعض الفواكه والخضروات التي كانت أمها قد أعدتها لهم ليتناولوها في رحلتهم أصنف الكلمات فقط الملونة وأضعها في هذا الجدول كالسابق الاسم والفعل والحرف إذن المكان المحدد اسم الفواكه اسم رحلتهم اسم هذه الأسماء التي وردت معنا في الكلمات التي باللون الأحمر نكمل أما الأفعال جهزت أيضاً يتناولها عفواً أعدتها ثم يتناول هذه الأفعال هذه الأفعال أما الأحرف إلى وفي أيضاً اللام في بداية كلمة ليتناولوها إذن إلى واللام وفي بارك الله فيكم الآن نلخص ما تعلمنا بشكل سريع أنواع الكلمة جميل هذه الخريطة المعرفية التي أستطيع عن طريق التطبيق على هذه الخريطة أن لا أنسى أنواع الكلمة تعرف الكلمة هي عدة من الأحرف تفيد معنى تام وأنواع الكلمة الإسم مثل الرجل وفعل مثل قرأة أيضاً حرف مثل في وسيارد معنى حروف أخرى بارك الله فيكم بهذه الطريقة نكون في هذه الخريطة المعرفية أن وضحت واختصرت المعلومات السابقة أيها الأبطال عندما تجتمع الكلمات وتكون معنى مفيد فإنها تسمى الكلمات بارك الله فيكم إذا اجتمعت وكولت معنى مفيد فإنها تسمى أحسنتم جملة تسمى جملة إذن أستفيد من المعلومة السابقة بارك الله فيكم نبدأ تدريجياً الكلمة هي مجموعة من الأحرف ولكن معنى مفيد إذن كلمة مجموعة من الأحرف معنى مفيد مع كلمة مع كلمة تكون لدي جملة أيضاً جملة مع جملة مع جملة مع جملة مع جملة تكون لدي أو يتكون لدي فقرة كما كما سبق وأن درسنا في الوحدة الأولى في الصفة الرابعة إذن بارك الله فيكم هذا الاستنتاج جميل جداً ننتقل إلى التطبيق الطعام بلا إسراف يغذي الجسم ويحفظ القوة ويجدد النشاط والإسراف فيه يسبب عسر الهضم وخمول الجسم والتعرض للأمراض هنا فائدة عن الطعام أيضاً نطبق على هذه الجمل أذكر عدد الجمل في الفقرة أو نعم في الفقرة السابقة نحن اتفقنا بارك الله فيكم أن الجملة تتكون من عدد من أحسنتم الكلمات إذن هذه الجملة الطعام بلا إسراف يغذي الجسم يجب أن يكون معنى تام أيضاً ويحفظ القوة اثنان ويجدد النشاط ثلاثة والإسراف فيه يسبب عسر الهضم أربعة وخمول الجسم خمسة سادساً والتعرض للأمراض إذن عدد الجمل بارك الله فيكم أحسنتم ستة جمل أيضاً أحلل الجملة الأولى إلى كلمات وأذكر نوع كل كلمة الجملة الأولى نحللها الطعام أحسنتم أحسنتم اسم أيضاً بلا الباع حرف لام حرف أو لا حرف إسراف اسم يغذي فعل الجسم اسم أنتقل وإياكم إلى أضع فاصلة بين الجمل في الفقرة الآتية البحر هادئ ورمال الشاطة الذهبية الأطفال الصغار الصغار يبنون القصور بالرمال ويحفرون الآبار بأدواتهم وألعابهم كيف تكون الإجابة بهذه الطريقة أيها الأبطال الجملة التامة يكون بينها وبين الجملة التامة الأخرى فاصلة البحر هادئ فاصلة ورمال الشاطة الذهبية فاصلة الأطفال الصغار يبنون القصور بالرمال فاصلة ويحفرون الآبار بأدواتهم وألعابهم بهذه الطريقة أيها الأبطال أيضا أستطيع قراءة هذه الجمال وأتعرف على ماذا تسمى فالنباتات غذائيا للإنسان انطلق الجد مشعا مع حفديه صباحا ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجملة الأولى ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجملة الأولى أحسنتم أسم انطلق انطلق فعل إذن تسمى جملة اسمية وجملة فلية إذن بارك الله فيكم هنا هنا عفوا هنا أركز عندما بدأت الجملة باسم عندما بدأت الجملة باسم تسمى هذه الجملة جملة اسمية أيضا عندما بدأت الجملة بفعل مثل انطلق تسمى الجملة جملة فعلية ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجمل الجملة الثانية فعل إذن تسمى جملة فعلية إذن تسمى جملة فعلية ما الفائدة بارك الله فيكم لدي جملة بدأت باسم وجملة بدأت بفعل أحسنتم كي أستطيع أن أصنف هذه الجمل إما جملة اسمية وإما جملة فعلية إذن الجملة في لغتنا نوعان جملة اسمية وجملة فعلية والاسمية تبدأ باسم والفعل تبدأ الاسمية تبدأ باسم والفعلية تبدأ بفعل تطبيق سريع بارك الله فيكم أميز الجملة الاسمية من الجملة الفعلية فيما يأتي تمييز بسيط بارك الله فيكم أركز على أركز على آخر كلمة أم أول كلمة أحسنتم أول كلمة في الجمل التركيز التركيز يكون على أول كلمة في الجمل يخرج الناس إلى الرياض المزهرة أحسنتم جملة فعلية بدأت بفعل الوعي 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 الصحي مطلب ضروري أحسنتم جملة اسمية لأنها بدأت باسم تسر المخلوقات بجمال الطبيعة أحسنتم جملة فعل وهي جملة فعلية أخيرا الصحيح الجسم ينعم بالحياة جملة اسمية لماذا؟ لأنها بدأت باسم لأنها بدأت باسم بارك الله فيكم التحويل نستطيع أن نأخذ أي جملة بارك الله فيكم وأحولها من اسمية إلى فعلية أيضا من فعلية إلى اسمية كالمثال الذي سوف يظهر معنا أحول الجملة الفعلية الآتية إلى جملة اسمية أقبل أقبل فعل أقبل الربيع فاعتدل الجو وتفتحت الأزهار واخضرت الأرض أقبل الربيع أستطيع أن أقول الربيع أقبل الربيع أصبح أحسنتم أصبحت هي في بداية الجملة إذن أصبحت جملة اسمية الربيع أقبل الجو والجو معتدل والأزهار متفتحة والأرض مخضرة بهذه الطريقة بارك الله فيكم استطعت أن أحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية أيضا أحول الجملة الاسمية الآتية إلى جملة فعلية بنفس الطريقة بارك الله السماء السماء الصافية أحسنتم فأقول تصف السماء إذن السماء الصافية والشمس ترسل أشععتها الذهبية والدفء عم المكان إذن تصف السماء وترسل الشمس أشععتها الذهبية ويعم الدفء ويعم الدفء الكون واضح أيها الأبطال بهذه الطريقة عندما استخدمت الكلمة الثانية وقمت باستبدالها إلى فعل أو تغيير إلى فعل فأصبحت من صافية إلى تصف من هنا والشمس ترسل وضعت ترسل قبل الإسم أيضا والدفء عم قلبناها إلى يعم بهذه الطريقة استطعت أن نحول إلى جملة فعلية رحل الشتاء ببرده القارس وأمطاره الغزيرة هذا في فصل الشتاء أما في فصل الصيف رحل الصيف بحره الشديد وشمسه الحارقة وشمسه الحارقة إلى هنا بارك الله فيكم نكون قد وصلنا إلى نهاية الوظيفة النحوية وكانت تتحدث عن أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف وعن أنواع الجمل جملة اسمية وجملة فعلية وهذه هي الأهداف التي تتعلق بهذه الوظائف النحوية إلى هنا بارك الله فيكم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الجزء الثالث من الإثراء حول الوحدة الأولى ونلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في درس قادم وفي موضوع جديد بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته